النصيحة هي جزء من منظومة كبيرة جداً لها أحكامها ولها شروطها ولها أدابها وهي مقننة ومؤصلة في فقهنا الإسلامي وهي المنظومة العامة داخل ما تسمى بمنظومة الأمر بالمعروف والنهي عن المنقر فالنصيحة بمعانيها إن كانت النصيحة تتعلق بإرشاد الغير بتقديم النصح للغير بإرشاده بدعوته إلى الخير هذه النصيحة حكمه عند الفقهاء أنها فرض وأنها واجب وجمهورهم على أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن البقية وثبت الأجر لمن قام بها وبعضهم يرى بأنها فرض عين على كل مسلم يوسى بحسب القدرة والاستطاع إذن هذا النوع المعنى الأول من النصيحة لأنها معنى ياناً المعنى الأول هو معنى تقديم النصح للغير إرشاد الغير يعني دلالة الغير على الخير نهيه عن المنكر نهيه عن الشر والفساد هذا المعنى حكمه الشرعي أنه من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط الإثم عن البقية النوع الثاني وهو من معاني النصيحة أي سلامة الصدر من الغش هذا النوع هو واجب على كل مسلم ومسلمة يعني النصيحة لها معنيان معنى تقديم الإرشاد للغير هذا المتعارف هذا المتعارف عند الناس والمعنى الغائب على الناس هو أن تنصح نفسك أنت أي أن تخلص النفس من شوائب الغدر من شوائب الغش من شوائب الفساد التي تدخل إلى وهذا النوع من تصفية النفس وتنقية النفس ونصح النفس هذا النوع هو واجب عيني على كل مسلم ومسلم أي ناس على الدوام إلى تنقية نفسه وتطهيرها من شوائب الغدر والغش وغير ذلك حديث الإنكار المعروف بالرأمينكم منكر يعني في آخره في الوسط في يغيره باللسانه هل نستطيع أن نقول النصيحة هنا هذا هو المقصود بالنصيحة هنا أم أنها تتعداها تقل وتكثر لا النصيحة هي كما قلت لك في معناها الأول ليس في معناها الثاني هي باب من أبواب الأمر المعروفة نعم فهي تكون باليد وتكون باللسان وتكون بالقلب هي نفس الأحكام فالنحيال النصيحة باليد لمن توافرت فيه الشروط ولمن التزم بالأحكام الشرعية فهي إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نحتكلم الآن عن النهي عن المنكر والنصيحة باللسان أي أن تقدم الإنسان بتعليمه بوعظه بإرشادي بأن يتحدث بلسانه ويخبئ في قلبه النصح لمن ينصح والنصيحة الأخيرة هو أن ينصح الإنسان لأمته وينصح لنفسه بأن يبقى دائما في حالة إنكار لأي ممكن يرى هذه الدرجات الثلاث إذا توافرت أدت النصيحة الدور المطلوب والمنوط بها في واقع المجتمع هل يتغير؟